هذه المقدمة عن البلعوم الأنفي من إعداد Head & Nick Cancer Australia لصالح مرضى سرطان البلعوم الأنفي وعائلاتهم يتكون الحلق والمعروف أيضا باسم البلعوم من ثلاثة أجزاء الجزء العلوي وهو البلعوم الأنفي الذي يقع في الجزء الخلفي من الأنف فوق الحنك الرخو السقف الرخو للفم ويربط البلعوم الأنفي تجويف الأنف بالبلعوم الثموي وهو المكان الموجود خلف الفم حيث توجد لوزتان مما يسمح للهواء المستنشق عبر الأنف بالانتقال عبر صندوق الصوت إلى الرئتين كما يسمح بابتلاع المخاط من الأنف أو بسقه كما أن البلعوم الأنفي قريب جدا من الأعصاب التي تأتي من الدماغ إلى العينين والوجه واللسان وأجزاء من الحلق يسمى السرطان الذي يبدأ في البلعوم الأنفي بسرطان البلعوم الأنفي لا يمكن رؤية سرطانات البلعوم الأنفي إلا من خلال كاميرا خاصة تدخل عن طريق الأنف وغالبا ما تكون أول علامة للسرطان هي وجود ورم في الرقبة إذا نشأ سرطان البلعوم الأنفي فقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انسداد قناة أستاكيوس وهي قناة ضيقة تربط البلعوم الأنفي بالأذن الوسطى ويمكن أن يتسبب هذا الانسداد بأعراض تتضمن فقدان السمع عادة من جانب واحد فقط أو الشعور بامتلاء الأذن يمكن أيضا لسرطان البلعوم الأنفي أن يسبب انسدادا أنفيا مستمرا أو مجرد انسداد في الأنف غالبا في جانب واحد ونزيفا أنفيا متكررا لدى شخص لم يعاني من هذه المشاكل من قبل إذا زاد نمو سرطان فإنه من الممكن أن يضغط على الأعصاب التي تتحكم في حركات العين مما يسبب عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها ومن الممكن أيضا أن تتأثر أعصاب أخرى مما يسبب تنميلا في الوجه وصعوبة في الكلام أو البلع قد لا تكون هذه الأعراض بسبب سرطان البلعوم الأنفي ولكن إذا كان لديك أي من هذه الأعراض لأكثر من بضعة أسابيع فيمكنك التحدث مع طبيبك حتى يمكن تشخيص المشاكل وعلاجها مبكرا قدر المستطاع قد تنتشر أيضا سرطانات البلعوم الأنفي إلى العقد اللمفوية والعقد اللمفوية هي غدد على شكل حبات فول في الرقبة وهي جزء من دفاع الجهاز المناعي ضد العدوى تعالج سرطانات البلعوم الأنفي عموما بالعلاج الإشعاعي وغالبا ما يتم ذلك بمصاحبة العلاج الكيميائي وبناء على حجم السرطان ومكانه سوف يقترح الأخصائي خيارات العلاج المناسبة لك لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.headandneccancer.org.au